لا أطيل عليكم الكلام أختم حديثي بمقولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الكافي ماذا يقول الإمام؟ ووأسفة لأي شيء يتأسف سيد الأوصياء ووأسفة ووأسفة من أي شيء يا أمير من فعلات الشيعة باللهجة العراقية يعني دقوا بين دق مات السولة يعني ووأسفة ووأسفة من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا إلى أن يقول موطن الشاهد هنا 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 قفوا المتشتتة غدا عن الأصل من هو الأصل؟ الأصل هو الإمام الحجة بن الحسن المتشتتة غدا عن الأصل تركوا الإمام الحجة النازلة بالفرق المؤملة الفتح من غير جهته تتأمل أن تصل ويفتح عليها من الفروع تتوسل بالعلماء لا تتوسل بالإمام الحجة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرق قد يقول قائل ربما الحديث هنا عن أي شيء الحديث عن الأئمة من بعد الأمير أبدا سيتحدث الأمير بعد هذه السطور عن ظهور الإمام الحجة عن آخر الزمان هو يتحدث عن الشيعة في آخر الزمان وآخر الزمان ابتدأ منذ بداية غيبة الإمام الحجة الغيبة الصغرى بل منذ ولادته هل يسر رواية تقول بأنه يولد في آخر الزمان؟ آخر الزمان هذا مصطلح عند أهل البيت مثل ما يقسم هناك زمان عزيز وزمان غير عزيز هذا مقطع زماني مخصص آخر الزمان يبدأ منذ ولادة الإمام الحجة منذ بداية الغيبة الصغرى المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرق المؤمنة الفتحة من غير جهته كل حزب منهم كل مجموعة من الشيعة كل حزب منهم آخذ منه بغصن آخذ بغصن من أين؟ من الفرع من الفروع مراجع أحزاب جمعيات إلى آخره قيادات سياسية خطباء علماء فقهاء كل حزب منهم آخذ منه بغصن أينما ما للغصن ما لمعه ولكنهم متشتتون عن الأصل المتشتتة غدا عن الأصل هذا هو الكاف الشريف وهذه الخطبة لسيد الأوصياء مرة ثانية أسمعكم إياها ووأسفا من فعلات الشيعة دقة قوية سوايا مات السولة المتشتتة غدا عن الأصل تشتتوا عن الأصل النازلة بالفرع نزلت الشيعة بالفروع وتركت الأصل المؤملة الفتحة من غير جهته كل حزب منهم آخذ منه بغصن كل واحد نصب له صنام أينما مال الغصن مال معه هذا الغصن مال عن ذلك الغصن فمال معه رجع إليه فرجع معه يعني إذا اختلف الغصنان فكل مجموعة أيضا مع أي غصن من الغصنين اختلفت مع الأخرى أما الأصل فقد ترك فتركوا الأصل إني أيها الأصل أسرجت إليك جوادي أيها الأصل أسرجت إليك جوادي بالزهراء عليك بجبين أبيك أمير المؤمنين فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك جوادي أيها الأصل وهجرت الوادي هجرت هذه الفروع هجرت هذه الفروع وتركت هذه الأغصان التي تميل يمينا وشمالا يميل بها الريح ريح الفكر المخالف وريح الإعراض عن حديثكم وعن منهجكم لعبت بها مناهج المعتزلة والأشاعر والحنفية والشافعية والصوفية وابن عربي والأخطر من ذلك في يومنا هذا المنهج القطبي لعبت بنا هذه المناهج وتشتتت الأخصان يا من يعفو أيها العاصل يا من يعفو عن عاص هفوته منحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ترجمة نانسي قنقر